في وقعة هولمان القالي كان متأخر في الموسم ده ب13 نقطة عن الزمالي صالح سليم حب يعمل أكتر من جلسة مع اللعيبة ويسأل سابة البطل مدير الكورة ويوقف على حقيقة الأمر إيه سبب التراجع وكان شايف أنه ناس كتيرة من اللعيبة ربما تكون شايفة أنه هولمان خلاص هيمشي لكن لأنه صالح دراست الموقف له من خلال لجنة الكورة شايف أن المدرب كويس وشايف أن الحالة هي عند اللعيبة خد قرار بتجديد عقد هولمان وهو متأخر 13 نقطة عن الزمالي كانت صالح عاد معنا في أحد الفنادق اللي احنا كنا بنعسكر فيها ليلة مباراة وكان المباراة في الدوري ده كان الزمالي كفارق 13 نقطة فكان بيتكلم على أنه إحنا لازم تبقى عصابنا هادية هو بيتكلم عنوان المحاضرة هدوء العصاب ما تخليش المربدة بخليل الأزالي لما يشير حتى ما تخربش عليه بس إيه معد؟ جاد هو عيد معين لما عاحد يشتنى بمطلق مش عليه يهد الجنة بقول المانشة بانا ما نفتش عليه أبيلي حياء متفهن إيه؟ إنها ما بتقول رو عدودهم هم عدوه هتوى تقول هم مخفى محاكيس لو يشيبوا عدالان تحت من أعضاء الله هتوى خمسة كب ما ايه؟ حاجة ما هدول عليه احنا بقتلين من حدانة يا صداد المالعى كويس ومن يكسر ولو جعلنا كويس خلطرنا على عصالنا هتكسابه هتكسابه كويس هتكسابه كويس هتكسابه كويس خلف عدود حسام حسن وحسام هلوى ز Geneva هتكسابه يد الغد ويعادي أحمد ويعادي وخطر بعد النفس يخبرا و Pi Francis جول Elliott إلا عذاق جول وداخل Defatte جول 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 THELACE الصالح السليم قال مقول یہ مهم جدا تب الأهلي لا يضار من المدرجات مش معنى كده أن أنا ما بحترمش الجمهور لأ الصالح سليم كان بعظم قيمة التخص مهمة الجمهور في المدرج أنه هو شجع الفريق لكن مش هو أبداً اللي اختار مدرم وهو اللي يشيل مدرم لو الأهلي بيمشي ورا جمهور كان هيدكوتي مشي بعد شهرين من اشتغاله في الناد الأهلي سنة 73 لو الأهلي بدور من المدرجات ما كانش منه الجزء الخطيب راح جابه اللي في المرة التانية عشان يصنع تاريخ جديد للناد الأهلي كابت صالح ما كانش كنتش بشوفه اللي بقى فيه تعصرات يعني أول ما عمل نتاجي كبية بقاش موجود خالص يعني يسيب الانتصار والنجاح والفرحة للنعيبة والجهاز الفني عمره ما كان بيبقى فيه علاقة مباشرة بينه بين أي لعبة دي المعلومات والمواقف اللي أنا مرت علي في أي حاجة أقولك ارجع للمسؤول و جئت بالكابتن صالح قلت أنا مسك الخطاع النشئين أيامها بيبعث لي قال لي انت عندك كم فرق قلت له عندي عشر فرق قال لي طيب أنا عايزهم خمس فرق بس قلت له كابتن خمس فرق بس يعني فيه خمسة وعشرين لعيب في خمسة يعني فيه مية خمسة وعشرين لعيب هنمشيه قال لي اه قال لي وكمان حاجة تاني قلت له ايه قال لي الخمسة وعشرين دول عايزهم طمانتاش قلت له يانهر يا كابتن مية وستين لعيب يا كابتن هنمشيه قال لي هو كده ده 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 قرار مجلس إضايا مقق عينك انت بالضبط بالكلمة دي أنا بقولها حفظها مقق عينك انت وزمائلك وطلعوا لي أحسن طمانتاشر لعيب في كل محالة سنية وأي لعيب انت عايزه من أي حتة أنا حاجبهوك قطاع الناشئين دلوقتي السنة اللي فاتت والسنة دي بيعمل اللي الكابتن صالح عمله من عشرين خمسة وعشرين سنة قناة الـ ART كانت طالعة وكانت مستغلة الرياضة في الوطن العربي كله فقرروا لهم يستضيفوا كابتن صالح سنين عشان خاطر يبقى نجم من نجم كانوا يميلوا حلقات توسيقية كمان يعني بيقولولوا يعني احنا عندنا فاتر حمامة عملنا له حلقات وفيه أكتر من نجم مصر كبير عملنا له حلقات قالوا فاتر حمامة تقالت أجناء دي قالوا تقالت 200 ألف دولار قالوا أنا عايز 300 ألف دولار مش شيك يطلع بإسم النادي الأهلي لأنه هو بيرى إنه مكان الصالح سليم اللي صنحها الأهلي وإن الأهلي أولى فرقة القلومبي في التسينات كان عندهم مباراة مع الأهلي كان عندهم مشكلة فطلبوا تأجيل المباراة الأهلي يعني بلا بأريحية شديدة جدا ما عندهوش مانع لكن اتحاد القرى أخذ موقف حاج وقال إن الأمي حينزي فخررت كل الأندية المصرية أن تتعاقد مع الأكترلومبي وبدأوا يتصلي بيهم وفكوا الفريق إلا صراح سليم أصدر أمر ممنوع للاتصال أو التعامل مع أي لاعب في الأمي لقدوم إلى الناديبات احتراما لتاريخ هذا النادي شيء طبيعي أن محمود بك رئيس النادي قلوم بذلك الوقت يرد على صراح سليم بالشكر على ما فعلوا تجاه القلوم وإحنا بنلعب نهاء الكأس مع الإسماعيلي كان الماتش اسماعيلي وعثمار رئيس النادي بلغني إن الإسماعيلي مولعه وإن الماتش اسماعيلي بيتضغط عليه عشان ينسحب من المباراة ليه عشان الماتش هتلعب الليل وهم عايزين يحضروا في النور ويقدروا يرواحوا ما روحوش فما قال الكابتن صالح قلت له كابتن فيه أزمة في الإسماعيلية وإسماعيلي عثمان في المأذف وحكيت له الموضوع فقال لي طيب هو هولمان فين دلوقت قلت له ما هم في الملعب يمرن بعد التمرين رح بكلمهم ميستر هولمان إنت عندك مشكلة تلعب العصر قال لي لا ما عنديش مشكلة فاكلمه المهندس اسماعيل عثمان اي يا كابتن عادلي قلت له اسماعيل بي أنا الكابتن صالح جنب بي وعايز يبلغك حاجة وبلغوا بموافقته إن إن اللعب العصر ما عندناش مشكلة لو عادف يجيب موافقته المهندس اسماعيل عثمان ما يسمىك استعداد في الناجل اسماعيلي وطد الكاس لديه وطد الكاس لديه ومورس علي مين تاني أقولك حاجة ما زعلش وديه لكابتن صالح سينا معلش 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 لأن لما حققنا المعادلة أولاً لما حققنا المعادلة لما عادنا مع بعض وجاد مشكلة الظهر قال أنا ما زعلش الشعب اسماعيل وعمل الماتش أنت الظهر وهو اللي وافق ممكن عصلك ويزرجل يقول لا إحنا قلنا إنما الحب يا جماعة بيخلق بيخلق التجاح والفدوة وكل حاجة